اهلا بكم طلاب الحلوين يارب تكونوا بخير الفيديو ده هيكون خاص بكتابة بارغراف عن الابورتمنت الشقة السكنية وبرضو لو قال لي اكتب عن المنزل فبرضو نفس الجمل هتنفعني جدا يلا بينا نبتدع على طول في الموضوع ونرتب افكارنا رأس السؤال هيقول لي يعني اكتب موضوع من 40 كلمة لو قال لي عدد كلمات لو قال لي 7 جمل اوكي برضو واستخدم العناصر المرشدة او المساعدة الموجودة سواء بقى كلمات او اسئلة فالاسئلة دي هتديني افكار نشوف اول قواتشان بيقول what does your apartment look like ايه شكل الشقة بتاعتك يعني اوصف الشقة ايه الحاجات الموجودة فيها السؤال الثاني why do you like your apartment ليه بتحب الشقة بتاعتك ايه الحاجة اللي فيها مميزة بتخليك تحب الشقة اوكي قبل مكتب الparagraph احنا عارفين ان اول line اول سطر بسيب فيه مسافة مسافة كلمة صغيرة كده بسيب ايه ما مكتبش فيها اول سطر بس واول الجملة بيكون حرف capital اه لو اسم دولة هيقابلنا اسم مدينة فبنكبر برضو اول حرف في اسم المدينة او اسم الدولة واسم العلم طبعا البنت او الولد او اي اسم بنكبر اول حرف فيه اه اول حاجة اول فكرة قلنا ايه قلنا احنا اتنقلنا لشقة جديدة يعني سكنت في شقة جديدة اقولها ازاي نبدأ بفاعل وبعد كده فعل في الparagraph كله بنبدأ الجمل بفاعل وفعل subject و verb subject هنا و نحن و الفعل moved يعني اتنقلنا او سكننا we moved to a new apartment in Cairo we moved to a new apartment in Cairo احنا اتنقلنا لشقة جديدة وحددت له في الكاهرة خلاص عايز اقوله بقى هي جميلة it is fantastic it is fantastic هي رائعة عايز اقول انا بعيش مع عيلتي في الشقة دي I live with my family in the apartment طيب ايه تاني عايز اقول مثلا الشقة في الدور التاسع مثلا هقول the apartment is on the ninth floor يعني الشقة في الدور التاسع عايز اقول انا بستخدم الاسنصير علشان كده بستخدم الاسنصير يعني مشانا حافظ الكلمات بتاعت الدرس استفد بيها بقى also I use the elevator حاسس ان الجملة دي صعب عليك بلا اشها خالص ندخل في الوصفة على طول هقول ايه هقول we have two bedrooms عندنا حجرتين نوم we have two bedrooms طبعا اذا اقول انا بشارك اوضة مع اختي اقول I share a room with my sister I share a room with my sister طيب ايه تاني ندخل على living room حجرة المعيشة بيكون فيها TV هقول there is a TV يوجد تلفزيون there is a TV in the living room في حجرة المعيشة خلاص ممكن اقول فيه cushions there are nice cushions in the living room خلاص بس انا اكتفت بالتلفزيون فهقول there is a TV انا بديك بس افكار طيب ايه تاني ممكن ادخل بقى على ايه هقول الوصف بتاعها الاكبر اللي هي كبيرة the apartment is big الشقة كبيرة so I like it علشان كده بحبها the apartment is big so I like it بعد كده ممكن ادخل على البالكونة اوصف البالكونة we have a nice balcony عندنا بالكونة جميلة we have a nice balcony طيب بنعمل ايه في البالكونة بشوف منظر جميل I can see a great view I can see a great view from the balcony من البالكونة ممكن كمان اكتب عن الباثروم هقول عندنا two bathrooms we have two bathrooms I can have a shower in the bathroom اخر وصف ممكن اوصف the kitchen is big المطبخ بيكون كبير and we have a nice او modern oven عندنا for a nice in the kitchen ممكن ازود كمان اقول my mom uses the oven to cooking علشان تطبخ فيه يعني الافكار عندنا كتير بس نركز في الافكار والجومة الموجودة في الفيديو ده يلا بقى نقرأ البراجراف كامل قلنا اول جملة we moved to a new apartment in Cairo it is fantastic i live with my family in the apartment we have two bedrooms i share a room with my sister there is a tv in the living room the apartment is big so i like it we have a balcony i can see a great view from my balcony our balcony we have two bathrooms i can have a shower in the bathroom the kitchen is big we have a modern oven in the kitchen يا رب تكونوا استفدتوا واستنونا الفيديوهات جاية ان شاء الله وشرح باقي الوحدة باي باي اشتركوا في القناة